نحن وجدنا تكلمنا عن آخر موقت تكلمت عن قضية عبد الرزاق حمد الله وتأثير على الاتحاد وعممنا بقول ربا ضرت النافع احتمال يكون توقيف حمد الله عبد الرزاق حمد الله خير بالنسبة للاتحاد إنه الفريق اعتمد على نفسه في فترة الجاية ونشوف الاتحاد بشكل تاني بعيدا عن عبد الرزاق حمد الله لما لا لأننا شفنا الاتحاد قبل عبد الرزاق حمد الله كان ماشي فيه تطور وكان فيه تيك بعد وجود أضاف إضافة لكن حصلت بعض المشاكل والتسريبات السمعين عنها والقضايا أثرت على الفريق ككل وأثرت على المنظوم ككل الآن وقف بالرزاق حمد الله مدد أربع أشهر الاتحاد أسرع إنه انضم الجناح الأيسر من الدول الإنجليزي أضافة حقيقية وملاعب ما شاء الله خطيرة على المرمى بعيدا لأستاذ حامد البلوي عن الرئيس التنفيذي عن دارة الكرة ممكن برضو له أسر إيجابي برضو بيقول رب دارة النافعة لأنه كان على قاويل والقضية الحصل بها إنه الأجواء وأيضا تميغاف ممكن مدد عامين أنا ما أعتقد عامين أو ستة شهر أيوة فأنا بشوف إنه الأجواء ممكن تكون ترجع الهدوء أو الاستقرار في البيت الاتحادي والاتحاد عناصرية ما شاء الله قوي يمكن ينافس الإضافات الآن شرحي لطارق حامد وكل إضافات اللي تمت كانت إضافات مدروسة مدرب جديد أيضا مدرب جديد أيضا مدرب جديد أيضا ومدرب حيث يفرض نفسه في خارطة الكرة السعودية لأنه كل المدربين أجاني وعلى مستوى ستشوف الاتحاد سيبدأ بداية بعض قوية على مستوى لكن زي ما قال للأستاذ بابكر الآن الدوري سيكون في أصعب حالاته يعني الدوري سيكون صعب جدا أي مباراة أو أي لقطة إنك أنت هتفرد فيها ستكون صعب إنك تعود لأنه المنافسة صعبة جدا المراكز المتقدمة مراكز صعبة جدا خاصة لو تكلمنا على الهلال والنصر والشباب والاتحاد ويسدل أربعة المسلس بتاعه أو المربع الأربعة أضلع ستكون أصعب أربعة أضلع لأنه أي مباراة ستكون بالنسبة لهم نهاية فقد أي نقطة سيأثر أنا سأشوف الاتحاد حد عالي جدا وعنده أثر إيجابي وسلبي إذا كان لديه إذا كان لديه